اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان لا تصريح ايران بانها قد تزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم اذا انهار الاتفاق النووي يقترب من الخط الاحمر وقال لودريان لراديو اوروبا واحد انه دائما ما يكون التلاعب بالخط الاحمر خطيرا لكنه اكد ان خطط انقاذ الاتفاق النووي ما زالت كما هي وعاد التوتر بين ايران والغرب منذ ان قرر الرئيس الامريكي دونالد ترامب الشهر الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الموقع بين طهران والقوى العالمية عام 2015 قائلا انه معيب بشدة